30 من ماي 2018 الساعة تشير إلى الثانية صباحا فصيلة البحث والتحري للدرك الوطني بالعاصمة وبناء على أمر من وكيل الجمهورية لمحكمة سيد محمد تقتحم مكتب شركة دنيا ميت لاستيراد اللحوم الكائن مقرها بالقبة اعتاد كمال شيخ صاحب الشركة على قضاء سهراته في مكتبه رفقة شركائه ورفاقه ليتفاجأ عبر كاميرات مراقبة بقدوم قوات الدرك حاول التملص والفرار من قوضته كلم زوجته ليخبرها أنه سيسافر لكن فعالية قوات الدرك الوطني مكنت من محاصرته بسرعة وتوقيفه